وسط القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي وجموع المتظاهرين الغاضبين شقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاس خارت طريقها إلى ساحة التحرير بالتوك توك دون رهبة في خطوة وصفها الكثيرون بالشجاعة الممثلة الأممية تجولت في عدد من مواقع التحرير وأطلعها المتظاهرون على بعض آلياتهم الدفاعية في مواجهة محاولات تفريقهم وكيف أعده بطانيات مبللة بالمياه للسيطرة على قنابل الغاز وبحسب خبراء فإن التوك توك الذي استقلته الممثل الأممية قد دخل سوق المزاد العالمي بعد أن توالت العروض على صاحبه لشرائه كونه آلة نقل غريبة استخدمتها شخصية دولية وفي مناسبة خاصة هي تظهرات ساحة التحرير أما صاحب التوك توك فقد أوقف بيعه لكي يصل إلى أعلى سعر في السوق العالمية كونه حصل على امتياز زماني ومكاني وشخصي فبلغت شهرته أكثر من شهرة سيارات نجوم هوليود وتولى التوك توك خلال موجة الاحتجاجات الراهنة مهمة سيارات إسعاف تنقل الجرحة ليصبح الوسيل الأسرع لسيما بعد استهداف المصعفين من قبل القناصة ما جعل من سائقي التوك توك رمزا للثورة العراقية وبحسب قانونيين فإن موقف المبعوثة الأممية جيني نبلس خارت الشجاع والتوك توك فتحال باب أمامها للمنافسة على جائزة نوبل للسلام للعام الحالي وربما يؤهلها ذلك للوصول إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة